في أسئلته السؤال الثالث والأخير يقول ينزل ربنا إلى السماء الدنيا أود فضيلة الشيخا تشرح هذا النزول في ضوء الكتاب والسنة نعم هذا متواتر أن الله ينزل إلى السماء الدنيا حين يبقى كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول هل من سائل فأعطيه؟ هل من داع فأستجيب له؟ هل من تائب فأتوب عليه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ بكل ليلة وهذا من رحمته بعباده سبحانه ونزوله إلى سماء الدنيا كما يليق بجلاله لا يعلم كيفيته إلا هو سبحانه وتعالى